صفحة أمنية مقلقة في بغداد خلال اليومين اللي مرت من خلال استهداف مجموعة من المطاعم والمكاتب والشركات التي يقال إنها تحمل ماركة أمنية ويقولون إنها صفحة من صفحات الاحتجاج على ما يجري في غزة وضد الأمريكان هنا الكثير من التساؤلات تثار وهذه المرة هذه التساؤلات يجب أن تكون على طاولات أسادة المسؤولين وأن يتم الإجابة عليها صراحة وتتخذ بها قرارات بما يناسب الواقع إحنا ما صدقنا نتنفس ويكون عدنا أمن مرة نسمي قبل أمن هش مرة أمن نسبي لهان أو أمن حقيقي وكانت من نصير قلاقل ويصير كتل ويصير موت نقول داعش الإرهابي القاعدة الإرهابية الكذا الكذا الآن على أقل تقدير يجب أن نجد توصيفات لما يجري هذه المطاعم وهذه الوكالات وهذه الشركات هل وجدت وعملت بموجب موافقات قوانين عراقية؟ أكيد نعم إذن هي لديها ترخيص حكومي والحكومات مسؤولة عن حمايتها عندما يكون إخلال بهذه القصة شيء آخر الذين يعملون في هذه المطاعم هم عراقي أمريكان الخدمات التي تقدمها هذه المطاعم لأمريكان أم لعراقيين موجودة في مناطق محصنة أم في مناطق أمام الناس يرتادها الكل يرتادها الكل عمالها عراقيون تقدم خدمات للعراقيين موجودة بموجب القانون العراقي اللي مزع للآخر شنو أمريكي ما أنتم تقولون لدينا مع الأمريكان موقف سياسي وليس لنا مع موقف اقتصادي وأنتم الإطاريون المبجلون والحكومة الإطارية أنتم عقدتم شراكات استراتيجية مستدامة بعلاقات اقتصادية مفتوحة وعلى مدى بعيد مع الأمريكان أريد الآن نعرف من الذي يحكم من هو صاحب القرار حتى باتر آنذا واحد غيري هذي يسوي له وكاله وسوي له مطعم يأخذ الموافقات من الدولة من لا دولة نحترم الجميع لكن نريد شكلا محترما للدولة عندما تهان الدولة بهذا الشكل نشعر بالأسى والأكثر أسا عندما الدولة لا تتخذ قرار إذن باتر لا مستثمر ولا شركة ولا فلان ولا علان وصلت الرسالة براحكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر